مستر محمد سعد علامة الإنجليزية مع مستر محمد سعد مواصلين معاكم سلسلة المراجعة بتاعتنا النهاردة هنحل سؤال ازاي تحل اي سؤال اول حاجة ما بستعجلش اشوف المعنى اشوف الزمن اشوف الترجمة اشوف المفرد والجامع اشوف اللي قبلها واللي بعدها اشوف جملة عادية ولا سؤال دي نصايح لجميع الطلاب نمبر ثلاثين هنا بيقول فراغ يعني في الاختيارات خدنا فيديوهات عالمية عن ازاي تفرق بين will و going to اللي هما معناهم سوف خدنا فيديوهات عن ازمنة المستقبل ازاي تستخدم يعني سوف للتعبير عن المستقبل ازاي تستخدم am و is و are going to be وراها مصدر فعل للتعبير عن المستقبل ازاي تستخدم present continuous مدرع مستمر للتعبير عن المستقبل و ازاي تستخدم present simple المدرع بسيط للتعبير عن المستقبل لازم تتفرق على الفيديوهات دي فيديوهات جلوبال عالمية في نمبر 13 هنا بيقول لي هتختار ايه؟ طبعا هاختار يا will you are going to may و كانت طبعا ايه؟ المعنى مش حيزهم خالص خلاص يبقى هاختار will ولا are going to ابص على الجملة كويس بيقول لي we not a party next Saturday حفلة السبت القادم do you want to come طالما الانسان بيعمل حفلة يبقى اكيد فيها ترتيبات معينة يبقى في خطة في خطة لان الواحد يعمل حفلة في نية نعمل حفلة خلاص يبقى في قرار نعمل حفلة في دليل بستخدم going to اللي هو بيجي قبلها ya am ya is ya are وبعدها to مصدر فعل للتعبير عن المستقبل لما يكون في خطة نية قرار دليل خطة نية قرار دليل خطة plan نية intention قرار decision ودليل او تنبؤ بدليل prediction with evidence الاربع حاجات دي بستخدمها مع am و is و are going to be وراها مصدر فعل يبقى هنا number 13 هستخدم ايه على طول هاختار we are going to have a party next Saturday do you want to come احنا حنعمل حفلة السبت الجاي يعني انت ايه هل تودى ان تأتي تمام خلاص يباختار are going to number 14 i space medicine i want to be an actor now خلي بالك من ناو دي الان يعني قرار سريع هاختار ايه ايه الاختراط اللي عندي won't study i'm not going to study i'm not studying wasn't study طبعا wasn't study مش نافح خلص معايا التركيبة اصلا جرامر مش مضبوطة خلص i'm not studying طبعا لا ما فيش ترتيبات كاملة i'm not going to study when i won't study هنا بيقول لي i want to be an actor now خط قرار سريع انا حاوز ابقى ممثل بالوقت خلاص فيه قرار سريع يعني ايه انا مش حدرس الطب يبقى i won't study لين فيها قرار سريع i won't study خلاص انا مش حدرس ايه الطب i want to be an actor now تمام number 15 my father is almost 60 يعني والدي تقريبا 60 سنة he next month he next month يعني ايه هو ايه الشهر القادم بيقول لي اختيارات is retiring يتقاعد will retire سوف يتقاعد is going to retire سوف يتقاعد was retiring كان بيتقاعد طبعا مش نفع معايا يبقى number 15 was in retiring مش نفع معايا هاختار is retiring نبيقول لي next month ما فيش ترتيبات كاملة في المستقبل علشان استخدم مدرع مستمر للتعبير على المستقبل يبقى will retire ولا is going to retire طبعا عندي حقيقة في المستقبل حقيقة في المستقبل يبقى على طول will retire هو حي تقاعد الشهر القادم خلاص تمام يبقى number 15 هقولها تاني my father is almost 60 he will retire next month هو حي تحلع الماشي يعني الشهر القادم number 16 the weather forecast says يعني النشر الجوية بتقول it hot tomorrow it hot tomorrow حقائق في المستقبل is going to be is being will be was going to be ها يلا فكر معايا yeah طبعا احنا احنا قلنا دي حقيقة في المستقبل يبقى على طول will be سوف تكون يعني الجوة حيكون بكرة ايه حر خلاص number 17 the last one here do you think it is raining with rain is going to rain was raining يلا فكر يا هنا في تنبؤ في دليل ما فيش دليل يبقى مش حينفع is going to مش حينفع is going to rain لو في اللي هنا هو صحب وفي دليل يبقى كنا اخترنا is going to لكن ما فيش دليل يبقى do you think it will rain على طول هل تعتقد ان هي حتمطر خلاص يبقى كده لازم تفرق بين going to will زي ما احنا قلنا وكنا انتهى الفيديو بتاعنا من تعلم الانجليزية بقى بسطة المحمد سعد تحت الفيديو ده هتلاقي صورة الناحية تلاقي كلمة الاشتراك لونها احمر اضغط عليها لما تضغط عليها هتلاقي الجرس ظهر كده اضغط عليه لما تضغط عليه هتلاقي كلمة كل مفوق او all بالانجليز اضغط عليها لما تضغط عليها هتلاقي الجرس عمل كده معناها ايه الكلام ده معناها انك فعلت الجرس you have activated the bell when you activate the bell you have access to all our notifications لما تفعل الجرس هيبقى عندك امكانية توصل لجميع شارعنا معناها ايه الكلام ده معناها ايه فيديو جديد احنا بنعمله هيظهر عندك في موالع طول لو انت مهتم الفيديوهات التعليمية educational videos واشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير لجميع المراحل جميع الصفوف جميع الطلاب good bye مع السلامة